ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله العسكريين المغرب أمام نقاطهم العسكرية يقود العملية السياسية ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين واعتبر هلال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه كان من الممكن أن تؤدي الاستفزازات المذكورة إلى حوادث خطيرة وعنيفة لو لا ضبط النفس النموذجي وبرودة الدم والانضباط المهني لجنودين الشجعان وقال هلال إن هذه الانتهاكات التي يدينها المغرب بأشد العبارات تقلق بشدة الآمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن وحاولت مجموعة من انفصالي البوليساريو صباح يوم الاثنين اثنان نوامبر اختراق السياج الحدود على مستوى منفد تذرذر في منطقة أوسرد قبل أن تتصدى لها عناصر من القوات المسلحة الملكية وتقيف لها بالمرصاد استفزازات جديدة وقعت أمام مرأة ومسمع من عناصر بعتة المينورسو الأممية الذين حاولوا تهديئة الأوضاع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة وكان القرار الجديد لمجلس الأمن حازما من خلال دعوة الجماعة الانفصالية المسلحة مرة أخرى إلى احترام وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية وقرارات المجلس نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية